الانقسام الميتوزي يلعب الانقسام الميتوزي دورا هاما في تكاثر خلايا الكائنات الحية لتأدية وظائف حيوية مثل استبدال الخلايا المتضررة في جسم الكائن الحي حيث يتم فيه انقسام الخالية لينتج عنه خاليتان تحتوي كل منهما على نفس عدد وشكل الكوروموسومات في الخلية الأم فهل تعرف كيف تتم عملية الانقسام قبل البدء في الانقسام تمر الخلية بما يسمى بالطور البيني أو التحضيري حيث تتضاعف فيه المادة الوراثية استعدادا للانقسام والآن تبدأ مراحل الانقسام الميتوزي الأربعة وهي الطور التمهيدي الطور الاستوائي الطور الانفصالي والطور النهائي أولا الطور التمهيدي وهو أطول الأطوار زمنا حيث استغرق أكثر من نصف زمان لانقسام كله وفيه يختفي التركيب الشبكي للنواة وتتكاثف المادة الوراثية على هيئة الكوروموسومات وتتكون خيوط المغزل بين قطبي الخلية تتصل عند السنترومير ثانيا الطور الاستوائي وفيه تصطف الكوروموسومات جنبا إلى جنب على خط استواء الخلية وتتصل بواسطة خيوط المغزل عن طريق السنترومير ثالثا الطور الانفصالي وهو أقصر الأطوار زمنا حيث أنفصل الكوروموسوم إلى كروماتيدين ثم تنكمش خيوط المغزل لتسحب كل كروماتيد ناحية أقصى الخلية رابعا الطور النهائي وفيه تتكون مجموعة من الكوروموسومات متساوية العدد مع الخلية الأم وتنقسم الخلية عند كل قطب من قطبي الخلية وكذلك السنترومير ويظهر الغشاء النووي وتتكون النوية وبهذا نكون قد حصلنا على خليتين متماثلتين مثل الخلية الأم ثم تنقسم كل خلية من الخليتين أيضا إلى خليتين متماثلتين أخرين وهكذا